بنت الساعة الجمعية ويعني بعد ما نفوت بنشاطات الجمعية على مدار السنة وهلأ بهذا الموسم نعم أول شي هي الجمعية طبعا مثل كل الجمعيات الخيرية اللي بتتأسس الهدف طبعنا الأساسي هو بناء الفرد وكمان أنه هدفنا نعلم الفرد يكون عم بيشتغل جماعيا اسمها جمعية لأنه هي بتجمع فنحن كتير هدفنا مثل ما بنعرف اللبناني متكل على حاله وعلى المبادرات الفردية اللي بيقوم فيها يلي هي أكيد بتميز لنا شخصيتنا وهيدا اللي عاملنا ناشحين وين ما نكون بس كمان مهم نذكر ونضلنا عم نشتغل جماعيا فهيدا من أهداف الجمعية يلي نحنا بنشاطاتنا وبرامجنا منضوي عليها كل الوقات ومنشدد عليها من البرامج اللي نحنا أيمين فيها هي مثلا مسرحية بلا واسطة اللي كان وقتها هدفها نعلم الكل أنه يكونوا هني كأفراد وكمجتمع بيحاسبوا المسؤول كمان من برامج تانية اللي أمنا فيها هي مثلا لجنة مهرجنات صوفر يلي كان هدفها نرجع ننشط المنطقة بصوفر وبذات الوقت نكون شباب وصبايا المنطقة عم بيقوموا بالترتيب والتنسي ويكونوا هني أيمين بهيدا الحفل فكلوا عبعدوا كل النشاطات اللي منقوم فيها بيكون هدفها نقوي العمل الجماعي تبعها الأفراد ونكون كمان بزيط الوقت عم نعمل توعية عمي للكل طيب أميرة إرسلان يعني أنت استلمت هالجمعية وبنعرف نحنا متمألنا بالثمانينات لأن هيك تكملي بالعائلة ولا أنت كان عندك شغف أو كنت قريبة يعني من هيدا الجو وحسيت أنه عندك دور بدك تلعبه كمواطنة لبنانية بدرجة الأولى لأن عم نحكي عن العطاء والعطاء أنه ما بدوا لا تيتر ولا بدوا لا أبو يعني بدوا بدوا مجهود وحس إنساني لا يقدر ينجح فيه سحر رح خبرك أنه أنا أول شي ولو أنا من عائلة سياسية ونحنا نعرف أنه التوارد السياسي مش شي مهضوم خصوصي إذا الفرد مش خرج يكون هو بكفة بس إذا عندك إيها أنت بيدمك ومن طبيعتك ومن أنت هذا الشي اللي وعيت عليه وإنت صار عندك شغف بالموضوع ليش لا هلأ أنا رح أقول لك أنه لأ أنا ما وردت أنا للصراحة من وقت ما كنت صغيرة الوالدة حست أنه نحنا كلنا كوليدة ما منقدر غير نكون فيتين معها بهيدا المجال أنه هي ما فيها تتركنا وتتجه أنه تساعد الغير وهي عندها ولادة بالأول بدا تقيم فيهم فحست أنه لأنه بيتنا خدمة وشأن عام ومفتوح للجميع أنه حبت تتعرفنا على هذا الموضوع فصارت تتفوتنا معها شوي شوي فأنا كتير بذكر أنه كنت كتير كتير صغيرة وقتها حملت المقاص على افتتاح واحد من المعارض وقدمت لها يهي للستمونة الهريوي وفتتحت المعارض فمن وقتها من أنا وصغيرة يعني كل هالقصص أنا عشتها وأنا حبيت أني كفي فيها ووقتها قلت لها لماما أنه ماما ولو أنت شنهار حتوقفي أنا بحب كفي لأنه مثل ما كنت عم بتقول حضرتك أنه العطاء بده ينمى من ذاتك والحمد لله أنه أنا حسيت أنه هيدا هدفي بالحياة أنه الواحد يحس حاله أنه قادر ياخد ويعطي منا بس الدني أنه أنا شو بدي أخذ منه أنا شو بدي أقدم لها الحياة فلصراحة كتير حسيت هالشي بيشبه لي شخصيتي والحمد لله حلو كتير من خلالك تحياتنا للماما الأميرة حياة رسليني اللي كانت أكتر من مرة ضيفة عزيزة على برنامج يوم جديد ومرة لبينا دعوتها كمان لعندكن على البيت مشكورة بستة نيسان تم افتتاح مكتبة متخصصة للأطفال باسم الأميرة الراحلة ديالا رسلين تلحوق منحب نعرف كل التفاصيل ومن كان أبرز الحاضرين وهلأ عمشوف صورة الدعوة مع أنه إفانت صار بس يعني هيك لنعطيه توثيق أكتر وأكتر نعم أكيد كان هو حفل استقبال يعني عرفنا عن المكتبة وكان في حضور أكيد الأهل والأصحاب وكان في وجوه سياسية نواب ووزراء سبقين وحاليين كان برعاية وزير السقافة وكان كمان وزير الأعلام الأستاذ زياد مكاري وكان فيه مسل قائد الجيش والحضور يعني الأهل والأصحاب أكيد وكان فيه كلمة الأعلامة ريكاردو كرم يلي هو صديق عزيز كمانا وهو كان صديق دراسة لأخت ديالا وكان فيه السيدة فاطمة شرف الدين رئيسة مكتبة للجافت لايبريري بالأيوبي كمانا قلقت كلمة وأنا هنا كمانا بحب وجهلة تحية بالذات لأنه مش بس هي كانت موجودة وقلقت كلمة وهي إنما ساعدتنا وقتا كنا عم نأسس وبدنا نعرف لأنه نحن ما عنا خبرة بالمكتبات وكيف بتندار كتير كتير وجهتنا وعطتنا فيدباك يعني نعم هنا مشوف يعني صور من الحضور مقتطفات من الحضور بهيدا النشاط يعني السؤال اللي قبل خليني أعرف هيك الجواب مسبقا بس ضروري نسأل كلمة المشاهدين كمان يعرفوا أكتر هيدا المشروع بيعني لكم شخصيا بجانب أهميته الاجتماعية وليش ستة نيسان بالتحديد نعم ستة نيسان لأنه هو تاريخ ميلادة لأخذة جالة فنحنا حبينا أنه هيدا التاريخ يظلوا تاريخ مناسب نحنا منكون مبسوطين وعم نحتفل فيه فيعني الحمد لله بدل ما نكون عم نعيدها حبينا نفتتح هيدا المكتبة يعني تكريما لذكراها والشخصي أنا بقدر إليك شغلتين أول شي أنا ما بقدر كتير أفصل الشخصي عن الاجتماعي لأنه مثل ما قلتلك هيدا من سياء حياتنا اليومية أنه نحنا منتعطى الشأن العام والخدمة بقدر إليك أنه موضوع المكتبة بالذات لأنه بيتجه للولاد ولأنه هو موضوع سقافة وعلم وطوعية وتنوير أنت هيدا اللي ضروري تكون عم بتأسس الأجيال عليه لأنه كيف بدك أنت تنمي كيف بدك تناقش وتجادل وتكون عم تقدر تقعد تحاور بدك أنت تبلش من أساس القراءة والتعليم والتسئيف وبدك كمانا تكون عندك هالانتر اكشن مع هالولاد ليبني شخصيته وليعرف أنه هو عنده نطاقه مسار معين بده يمشي فيه بالحياة يبني شخصيته ويبني هال هالاسبري كريتيك يعني مثل ما قلتلك بطلت عرف ترجمة فضروري جدا أنت تبلش من الأساس تكون عم بتدعم مجتمعك بمكتبات بأي شي خاص بالعلم واللي بحبه كمانا زيده هون يقول لك أنه هي ما حتكون بس أنه نحن عم نسقف الولد أنه نجيبه يقرأ كتاب بده يكون هو عم بيرسم بدك كمانا تنميله الإسرير الكرييتف طبعه يعني كمانا نعم إكزاكي فا تفضل تفضل بس كنت أسألك شغلة هيك يعني كأن أنا لطقط هذه الإشارة قولي إذا كان مضبوط يعني اخترته ستة نيسان ذكرى ولادة الأميرة ديالة الراحي اللي أردته من خلالها تكون ذكرى فرح وكأنه كمان بذكرى ولادتها عم تعملوا ولادة جديدة لأطفال جديد بمفهوم جديد بتربية جديدة برؤية جديدة لأن هنا رح يكونوا جيل وشباب المستقبل لأن كنا اليوم عم نحكي الصباح نحن عشية الذكرى 13 نسان الحرب الأهلية ومنقول دايما تنذكر ما بتنعاد بس منشوف قصص كتيري عم بتخليها تنعاد يمكن بتوقف على صوص ونقطة مثل ما بيقولوا قدامهم من خلال القصص والرويات وهي دي النشاطات اللي موجهة للولاد نكون عن جد نقدر نبني مجتمع يكون رافض لإذا بدك قوانين بالية أنظمة صارت يمكن مهرية عم ندفع تمنى نحنا جيلنا اليوم أنا وياك والأصغر شوي والأكبر شوي رح إليك أنا بقدر شوف أنه اللبناني على قد كل الخلفات اللي حضرتك عم تذكرها وعا كل التاريخ البشع اللي نحنا مرئين فيه واللي بعدنا اليوم عم نعيش أنه نحنا بأزمة يعني بقدر إليك أنه اللبناني كتير بيأمن بالعلم وبالثقافة والحضور اللي كان موجود بيأكد على هيدا الشي لأنه من كل الجهات السياسية نحنا كان عنا حضور ودعم وأنا هون بحب أشكر بالذات الأستاذ وليد بيك لأنه تقدم لنا بمجموعة كبيرة من الكتب لأنه كمانا يعني الكل الكل يعني قد ما أنت بتختلف بلبنان بالقراء السياسية السقافة بتجمع يعني أنا بقدر شوفها إن كان من المعارض الكتب بس هيدا الشي بينبنى عليه الأكيد هي نحن نعرف يعني مواقف الأميرة حياة إرسلين مظبوط بس أنا أنا رح جيح عن السياسة ورح ركز على الاجتماع ورح ركز على العلم بالعكس يعني هيدا بقدر نربني بالضبط لأنه هيدا اللي عم بإلعك إذا السياسة عم تفرقنا أن العمل الاجتماع والعطاء بيوحد هيدا اللي عم بإلعك لأنه أنت بس تكون عم تقرأ وتتسقف وتوسع أفكارك وتعرف أنه أنت المنطق طبعك مش هو المنطق الوحيد الصح أنت بدك تقبل غيرك هيدا اللي عم بإلعك بدك تبني أنت الحوار والنقاش والأخذ والعطاء نحن مشكلتنا بالسياسة بتوصل لمرحلة بس أنه الناس عم بتعيط عبعده وبطأ ببطل نسمع بعض مشكلتنا بنرفض نسمع بعض وأنا هون معلق بس رح أتطرق بس لموضوع اللي أنا معلق ولو رح تسمح لي أقوله أنه ما كتير أنا بقدر يلي بس بيحضروا شاشة وحدة ما أنت بدك تحضر كل شاشة التلفزيون ما بتقدر أنت بس الناس اللي مقامنين معك يسمعوك لإلك ما أنت بدك تسمع غيرك ما أنت بدك تشوف أنه في أنت وفي غيرك بدك تقبل غيرك بدك تحترم رأي غيرك أنا بقدر جاد لك لبكرة بس أنا ما فيني أفرض حالي عليك فينا نحن بالآخر نوصل لحل وسط في عقب على كلامك طالما أنت فتحت هيدا هيدا النافذة أكثر من ضيوفنا يعني بيعلنوا أنه هن ضيوفنا ما رأي إذا صارت معك كمان فبشوف أنا التعليقات على الفيسبوك أنه أنا طالع على الأوتيفي سوري ما منحضر بالزبط بتطلع أنا أنه يعني عم نحكي اجتماعي يعني اليوم شو بيمنع إذا كنت على الأوتيفي ولا على غير محطات مزبوط يعني هدفنا نوصل هيدا العمل لهو فيه مصلحة عامة وإفادة للمجتمع بالشكل عام مزبوط يعني نطلع من إطار للمجتمع الدي فإن شاء الله يعني مع هل توجه يكون عندنا عن جد هيك تربية لأجيال جديدة ما نحملها نحنا رواسبنا أو اللي نحنا بدنا نزرعه بعقله لأنه مشوف كتير كمان وأنا هون بين هللين ضد أنه أولاد صغار حتى لو بالحزب اللي أنا بنتمي لأله أنه نحنا نسيره تركه مزبوط هو يكتشف ويقرر حتى يكون عن وعي وعن نضوج هيا نرجع للمكتب بين حكواتي رح يكون موجود المكتب وهي من النشاطات الإضافية اللي عم تحكي عننا مجرد أنه كتاب جامد عم تخلقوا حياته وهي دا اللي حبيته فيه كافيتاريا فيه يعني منظر بيقدر يتمتعوا بالطبيعة ممارسة هايكينج مكتبة الأميرة ديالا رسليني بتختلف عن باقي المكتبات شوية نعم لأنه نحنا ما حبينا تكون هي مكتبة فولكرورية مثل ما قلت لك إنه بيجي الولد إيه لأنه المكتب بس تقول كلمة مكتبة الواحد تغرب يتخيل شي جدي مزبوط ومدد اسمي وكتب على الحيط ورواء لا نحنا إنه أكيد فيه كورنر الرواء بس حبينا أكتر تكون فيها حياة فيها تسليل لأنه أنت هيك بدك بدك تحفظه للولد بدك هو يصير يحب يكون عنده هيدا الشغف غير إنه عنده الآيباد والأونلاين والجايمينج وكل هاي الأخبار اللي نحنا يعني حتى نحنا الكبار صايرين منروح كتير على السوشيال ميديا بدك تظلك تذكر بطلنا نحمل كيو كارد عمروفر على التليفزيون صد كله على التابلت أو على التليفون أنا مع أنه الواحد يويكي بالتطور والحياة أنه كل ما قلع لقدام وصرنا بالارتفيشل انتليجنس وكتير كتير اتطورنا بس بظلني بلاقي فيه لزة وفيه أهمية إنك تظلك بتفتح الكتاب وما تمسك ورقة وقلم يعني بعدني أنا هولة كتير تقليدية فيهم لأنه يعني كل الابتكارات طبعا كل الاختراعات كل الكرياتي تبعيتك رح تطلع من أنه أنت تكون عم تلجأ لحالك وتطلع من حالك الإشياء فالانلاين والإنترنت شوي بزيحك من هذا الشي فأنت بدك ترجع تكون بالطبيعة مثل ما نحن عاملين السيتاب تبع المكتبة تشوف الطبيعة تقعد مع حالك تلون ترسم تاخد وقتك تعمل يعني تاخد بريك شوي من ضجة الحياة وتقعد مع حالك من ناحية أنك تكون عم تسقف حالك وعم تقرأ وعم تتسلى وكمانا حيكون عنا غير الحكاوات يلي حيكون عم يسأل لو أجوبي لنعود أنه الواحد فيه سؤال وجواب وفي نياش وفي تفعال مزبوط فيه كمانا الكافيتيريا على جنب يلي كمانا هنكون عم نخليهم هنا عم بيحضروا مثلا اللبن والزعتر وهي الأخبار بدأ يطلع يعني يروح الولد فعل المنعنا عنده بكل رأسه هيدا الإكسبرينس الحلوة يعني يكون المكتبة عم بتذكروا بأنه هو تسلى فيها أنه هو قري وتعلم وتسلى بذات الوقت طيب أميرة أرسلان يعني العمل كيف رح يكون الدوام هل رح يكون فيه يعني فترة محددة هو مفتوح للجميع بيلتزموا حسب الفئات العمرية لأن ابن ثلاث سنين مش رح يقعد مع ابن سبع سنين ثمان سنين تبقى اهتمامات وغير يمكن حتى يمكن ساكشن الكتب تبعه وغير منظمين هيدا الشيء عمدار الأسبوع خبرينها شوية للناس يعني اللي بالمنطقة الأكتيفيتين أولادهم إذا بيقصدون على المكتبة بمقابل دون مقابل مجانية ما علي عزرهم على السؤال نعم هو أكيد نحنا عم نتواصل مع المدارس لأنه مثل ما قلت أنه أكيد بدنا النظمة رح تكون هي أربعة وخميس وجمعة من العشرة لتنتين من يكون نحنا إخذين موعد مسبق من المدرسة وهي جايب الطلاب تبعولها بهولي الثلاثيام ثبتوا أحد أكيدة للزوار لمن ما بيحب للعيال للأصحاب لمن ما مارئ حتى أنه أهلة وسهلة تاني نو ثلاثة بريك حقا وبتعرف بعدنا مبلشين على الأول فهلأ أنت دايما بتبلش خطوة خطوة وتختبر الموضوع وتزبط وتحسن وتشوف شو الأنسب وتقدمه نعم تعليقا على نبعد شوية عن أونلاين مؤخرا كنت عم بقرأ أرتيكل عن دور النشر بالعالم يصدروا كتب مصورة للأطفال لتا يكونوا بمواجهة خطورة الإنترنت والأونلاين وكل هيدا الأمور ويعني نحن منخدها بي يمكن أنا أنه هيك أنه قصص أولاد للأصغر لا هلقد بيكونوا دقيقين الصورة كيف بدها تكون الجملة التعبير كيف بدها تكون والألوان اللي عم بتحطها والألوان كيف بدها تكون لأن أوقات كتير عم بيواجهوا صور فيها كتير سوات فيها كتير يعني ناحية إجرامية أو بتشوه إذا بدك مخيلة الولد تعرفوا حتى هلأ كمان في الكتب يلي ما بيكون في قصة مكتوبة بتكون هي بس رسومات صحيح وبتصير أنه أنت بتحط له الرسمة للولد وهو بيخبرك القصة لأنه كمان بهالطريقة بتكون عم بتشغله عقله عم بتخليه هو يروح بيخياله لأنه هي هيك بتصير أنه أنت بدك تروح مع خيالك لتكتكر أشياء جديدة ولا تكتشف حالك أصلا طيب بدي أحكي شوي عن أهمية هالعمل التربوي المتخصص برأيك يعني مثل ما كنا عم نقول هو لتفقيف جيل جديد اليوم الأهل يعني لما رح يقصدوا مكتبة الأميرة إرسلين لا يسلوا أولادهم ولا عجد هني عندهم نية أنه يفتحوا أفاق مخيلة أولادهم أنه رح تكون هيك وقت فراغ لأنه وقت بتحس الأكتيفيتات بيعملوا أنه كماليات إيه ملا هيك أنت بدل ما تكون بس عم بتحط لهم السلوى يعني هي أنه عملوا الهايك وعربشوا على الصخر وهيك وعملوا الترويقة وتسلوا فيها ترجع بتقعدهم بيسمعوا بيشاركوا وهيك هلأ هو صراحة لأنه حضرتك عم تسألني عن قصة التخصص يعني اللي بحب أقوله أنه ضروري جدا أنت تكون عم بتزبط المسار يعني أنت بدك تشوف ولدك شو بحب وتوجه بهيدا الاتجاه وتخليه هو يروح بهيدا الشي يعني مثلا أنه أنا بنتي من كم سنة وقتها كان عنده لقاء مع الأستاذ قال لي بنتك عندها مخيلة واسعة غزيلة إياها فأنا مثلا أنه وقتها لحظها بالبيت أنه بس تكون عم بتعمل وتلون يعني بصير بعتلهم أنه عم بتخبس بس بقول لأ لازم اتركها تخبس أعطيها مجالة ابني مثلا لأ أكتر أروى وبيحب الليجو صرنا نستثمر بالليجو عارفتشو أزيس أنت بدك تشوف الولد هو بأي مسار رايح وأنت تغزيله وتنميله إياها لأنه هذا اللي يمكن هو يطلع بالآخر مهندس بارع يمكن يطلع حكيم يمكن يطلع هو أستاذ لامع يعني بدك تشوف الولد هو شو حابب وتغزيله إياها مباشرة وغير مباشرة يعني ما بدك كتير كمان تفرض عليه ليحسك أنه أنت عم بتزيد عليه لأنه رح يختنق بدك تعطيه مجاله هو ينقى ويقرر بس أنت ترائب منه بعيد وتكون عم بتوجهه طيب أميرة غنى رسلان القصة أو الكتاب أو الحكاية اللي رح نسمعها على لسان حكواتي ممكن الطال ولد من هالأولاد وتلفط له انتباهه على شي يمكن هو بيحبه أو يتأثر فيه ويصير بده يروح بهيدا الاتجاه بينلعب هيدا الدور بتثقيف الأولاد وتربيتهم وإذا بديك تحديد هويتهم شو بدون يكونوا بالمجتمع أنهن صغار مظبوط الأكيد هيك الأكيد هيك أنت ما في شي ما بتسمعه اليوم أو بتقرأه أو بتشوفه ما إلا ما يمكن إذا مش ضغري وبيلاحظتها إلا ما يكون أنت يمكن عقلك حطه بالباكراوند وبعدين هشي وقت بده يرجع يبين ويبرز فالأكيد شو ما حيسمعه هي كلها دروس وكلها عبر وكلها عن كيف أنت تكون فرد صالح عن كيف أنت تتصرف عن كيف أنت تعرف أنه شو ما بتزرع بتحصد يعني كل هيدا الأمور يلي الولد بده يسمعه ما هو مثل بيقوله السفنجي الولد يعني بيمتص المعلومات وما بتعرف إمتى بترجع بتبين معه طيب هوم بدي أسألك سؤال للشخص بدي أستفيد من خبرتك كمان يعني بنت فتاة واليوم أنت أم وناشطة بالعمل الاجتماعي المطالعة عندكم بالبيت كانت فرد ولا تحفيز ولا رغبة يعني لأن اليوم خليني بس قلتك لي سألت السؤال لأن أوقات اليوم بيصير فيه يعني المطالعة إجبارية من هيك الولد بيرفض أنا رايح على فاكانس ما تجبرني أقعد ركتاء بيصير هو أصاص بيكفين الكتب اللي حملهم على ظهري بالمدرسة فخبريني كيف كانت هيك تجربتك مع هيدا الموضوع أنا رح قللك شي كتير مهضوم هو بيدحك بس أنه أنا هلأ عم بضحك عليه بس بوقتها كان كتير شي جد لإلي أنه مرة بالزمن هيت ما بعرف أدي كنت عمري عشرة اتناعشر سنة كتحس أنه ماما ما عم تجبرني بالدرس أنه ما عم تجبرني هلأ أنا كنت تلميذة عادة أنه يعني يعني عرفت أنه عادة بدرس وبعمل هالامتحان وأفريج وماشي وتنجح بس كنت شوف غير أصحابي أنه كتير لمعين بدرس وهن يلي أهل وراهن وراهن وبيجبرون وبيفرضوا عليهم هالشي لدرجة أنه في وحدة من صاحباتي كانت أم تضربها بملعقة الخشب نعم أنا لقيت أنه أنا ماما ما عم تفرض علي ما عم تجبرني ف بروح مرة لعندها بقول لها ماما أنه أنت ليه ما عم بتحفزيني ليه ما عم بتجبريني ليه ما ليه ما بتحمل ما عقيت الخشب علي لأ لأ ما بخبرك وقتا شو تضحك أنه ماما عن جد بديك أنا أنه أنه خوفك وهديديك أنه لأ أنه روح فتحي الكتاب أنه بالضبط أنه فتحي الكتاب وقري طالما أنت مانك عم تسقط طالما مانك كتير يعني متراجعة بدرسك أنه خليك على راحتك فلا أولا مرة ما كان عندنا التعليم بالترهيب والإرهاب يعني بس هيدا يمكن عطاك حافظ من حيث ولا تدري أنه أنت صار عندك شغف أنك تسعي تتحقق نجاح أكتر وتجيبي علامات أكتر مظبوط ولصراحة أنا بعدنا على كبر بلشت تحس أنه لا أنا بهوى المطالعة وقتها خلصت المدرسة لأنه بتعرف المدرسة اللي قالنا هي هي الإجبار فبعد المدرسة بعد ما خلصت الجامعة وهيك حسيت أنه لا أشتقت أنا أحمل الكتاب وأقرأ ولصراحة وقتها كان في أميل زولا كانت كتير بقدره كأوتار في فرانسي وعامل سلسلة عشرين كتاب كلهم عن شجرة عائلة وفيك تقرأ كل كتاب لوحده وفيهم يكونوا مترابطين الكتب وقتها جبتهم كلهم وقريتهم واشتريتهم وحطتهم عندي بالبيبيوتاك يعني لوحدة أنا بس خلصت الدراسة حسيت أنه لا أنا لازم ضلني طالبة بالحياة وبعدني لليوم يعني أنا ولو هلأ بشتغل بضلني نبش على كورسات أونلاين بضلني نبش مثلا حتى أنا متعلمة كتير لغات لأنه حسيت أنه بهواها فإنه بضلني بلاقي شيء أنه اتعلم أنا من خلاله يعني ما بتعترف بعمر عمتين يعني طريقة الأميرة حياة إرسلان لأولاد لأولادك أميرة غنى إن شاء الله إن شاء الله يعني شمارة حملت ملقات الخشب لا هي ما حملت هي ما حملت علي من نسبة أنا صديقتك لأ يعني رح لك ماما متحفزة وكتير كتير صار ميوصل يعني مثل ما بتشوف ها على التيفي هي هيك زيت الشيء بالبيت يعني بس نحنا احترمنا هيدا الشيء نحنا فهمنا إنه هي من وين جاية وليش عم تتصرف هيك معنا ولصراحة قدما أنا وقتا كنت صغيرة كنت تحس إنه لأ بدي اتحدى إنه بدي أرفض ولأ ومش هيك لقيت حالي اليوم إنه لأ أنا عم برجع اتبنى أفكار أمي وأنا هيدا القلب يلي حطتني فيه أنا رجعت قعدت فيه فأنا إن شاء الله كون قادرة أوجه ولادي بزيت الطريقة يلي ماما وجهتنا فيها إن شاء الله كون أقدر أعطيهم هيدا حب العطاء وأنا من هلأ أمبلشي معهم إن شاء الله أقدر أرسم لهم طريق واضحة يلي هي طريق العلم والمعرفة ومثل ما قلتلك قبول الآخر وبآخر نهار إذا هني راضين عن حالهم مثل ما أنا طلعت راضية عن حالي بكون الحمد اللي أنا قلت الصورة طبعا أدا فخورة فيك الأميرة حيات عم تحضرنا هلأ إن شاء الله نقل لك صباح الخير واشتقنا لك قبل ما أرجع أختم ونلخص هيك جو المكتبة عندك طموف سياسة هلأ خارج إطار الموضوع بعرف وإنت قلتني ما بدي أحكي سياسة بس إنه همشوف هيك حماسك وشغفك ومش لأنك من بيت سياسة لأن أنه تستحقين صراحة ودايما لما بنحكي عن تمكين المرأة هيدا المرأة اللي بدنا هيدا وجه المرأة بلبنان اللي منسعى كلنا سوى لأن كلنا خلقنا من رحم أمهات من رحم نساء وأنجبنا نساء وهالنساء صاروا كمان هن أمهات ويعني وهيدا الحضور الأنثى ولازم يكون فعال نعم رح لك شغلة إلي أنه أنا أكيد بقامن بدور المرأة وبقامن أنه أنت ما فيك تتهرب من مسؤوليتك وإذا عندك دور وقادر تعمل تغيير أنت واجباتك يعني هلأ أنا اليوم كغنى بوضعي بقلك أنه أنا أكيد فعالة بالناحية الاجتماعية وبحب ركز علي اليوم ما عندته محسسسة لأ بس أنا مع المرأة اللبنانية تفرض حالها وتفوت على المعترك السياسي لأنه قادرة وبتقدر وضروري يكون الوطن عم يستفيد من الكوة الذكورية يعني ما بتقدر ما بتقدر أنت مجتمعك ما تكون عم تبني على العنصرين فهن كلهم بدون يكونوا موجودين بالحياة السياسية وفيه هيدا الطاقة الحلوة وفيه كتير أسامة وفيه كتير صبايا وفيه كتير نسوان يعني نضالهم طويل ومسيرتهم طويلة بس أنا اليوم كغنى بقلك لا بس إن شاء الله إذا بيوم من الأيام لقيت أنه أنا في دور وفيني أعمل تغيير أنا واجباتي ساعتها نتمنى لك كل التوفيق تعرف إلي سألتك السؤال لأنه هلأ في صورة عم شوفها قدام وارف إذا منقدر نرجع نشوفها لأن دايما العمل الاجتماعي مرتبط بالشط السياسي لأن أوقات يعني بدك تتعاطي مع وزير تربية مثلا وزير شؤون اجتماعية وزير إعلام يعني وزير إعلام مت ما عم شوف يعني هلأ بالصورة الأمامية أنه سياسيين عسكريين قضاء يعني ما أنه بعيد أبدا كرميل هيك بيصير الإنسان عنده احتكاك وعنده بيار إذا صح التعبير مزبوط مثل ما قلتلك يعني هو الإنسان مين ما كان يكون يعني مش ضروري لأنه جاي من بيت سياسي بس أنه الأكيد أنه أنا كمان أبقا من أنه إذا هيدا الحكر يعني مثلا كيف أنه ابن الجوهرج بيصير جوهرج ابن الحديد بيصير ما هيدا الكار يعني بتصير هي من نطاق حياتك اليومية فإذا أنت عندك الإدرة وعندك الشغف وقادر تعطي تقدر وأكيد لا وحتى إذا ما كان عندك الباكراون بس أنت هذا الشيء حبيته وتعطيته ولقيت أنه دورك فعال فيه طالما عم تلعب دور فعال وعندك واجب وطني تقوم فيه بس إذا أنت بس من شين أنه استمرارية العائلة تعمل لحالك إيه أنه لأ ساعة لأ أنا ضد طيب أميرة غيناء أرسلين نحن نبسطنا كتير بحضورك معنا اليوم بهذه الصبحية أميرة باللقب يعني اليوم أول مرة بتعرف عليك بس بعرف وليدتك بأخلائك وبحضورك وبسقافتك وهال منقلك شكرا إذا على كاميرتك بتخاطب الناس وبتلخصي لهم هيك بنص دقيقة أو دقيقة ماكسيمل ومشاء الله عليك طلق بالكلام طلق بالكلام ما بينخاف عليك شو بتقولي للناس عن مكتبة الأميرة ديالة أرسلين الله يرحمه أنا أول شي بحب أقول لجميع أهلا وسهلا البيت بيتكن والبيت مفتوح والمكتبة بالذات بحب أنها تكون ملتقى للطلاب وللزيرين وللكل يعني يجوا يستفيدوا أنا بدي أشكرك على هيدا اللقاء لأنك سمحت لي أنه أنا أكون معك على الهواء وكون عم أخبر عن هيدا الشي بحب كتير أنه كل الوقت الإعلام يضوي على أي شي سقافة الأكيدة أنه أنا بشجع الأهل كل الوقت يضلون عم بيذكروا ولدهم بأهمية القراءة والمطالعة وما ضروري كنا عم بحكي عن قدين نحن منحب لبنان ومعلقين باللبنان بس بتمنى 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 بس نركز على حبنا لوطننا وما يكون ولاقنا غير للبنان حلو كتير سلم تيميك كيفية التواصل معكم إذا في ناس هلأ عم بيحضرون هلأ نحن بعطلة الأعياد إذا في مدارس كيف بدأت تتواصل معكم مع المكتبة ليحجزوا في رقم معين أو سايت معين نعم هلأ فيه على كرت الدعوة مرأ رقمين للصراحة ما لنحفظتهم بس فيه رقم حفظته هو 03-311-733 ومثل ما قلتلك بموعد وبله موعد البيت مفتوح أهلا وسهلا فيك نحن كمان بوابنا مفتوح على كل الأنشطة اللي بتعطي هيك أمل جديد بي لبنان من هن وصغار ليصالوا قد ما الله بيعطينا عمر شكرا أهلا وسهلا فيك نوركينا بيوم جديد مشاهدينا من روحنا نحن ويكون إلى فاصل من بعد ماي بطلع عليكم مع ضيوف جديد ولقاء جديد خليكم برفقتنا في عنا فقرات عديدة بانتظاركم لغاية الساعة 11.8 يوم جديد على شاشة الو تي في